اشتركوا في القناة الافساد افساد الدين افساد الخلق افساد المعاملة افساد العشرة افساد الاخوة مهمته الافساد وفي كل يوم يبعث بعوثا ويرسل جندا للقيام بهذه هذه المهم وتأملوا معي هذا الحديد وهو في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابليس يضع عرشه على الماء ان ابليس يضع عرشه على الماء وفي طريق البحر ثم يبعث سراياه ان يرسل الجنود والبعوث للافساد ثم يبعث سراياه فادناهم منه منزلة اعظمهم فتنة يعني اقربهم اليه اقرب اعظمهم فتنة بين الناس ادناهم منه منزلة اعظمهم فتنة يجيء احدهم يعني احد هؤلاء الجنود فيقول فعنت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ثم يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ابليس يدني هذا منه فيدنيه منه ويقول نعم أنت يدنيه منه ويقول نعم أنت قال الاعمش اراه قال فيلتزمه اي يحتضنه ويقربه منه ويدنيه اذا فرق بين المرأة وزوجها هنا تحتاج المرأة الصالحة والزوجة الصالحة ان تتفقه في هذا الباب وان تعي هذه الحقيقة وكذلك زوجها ان يعي كل واحد منهما ان ثمة عدو خفي يراك ولا تراه ويجري منك مجرى الدم من العروق ينفث يوسوس يكيت يمكر كل ذلك يمارسه وانت لا تراه يلقي في قلبك يلقي في قلبها يطرح الوساوس يوقع الشكوك الى ان تقع العدوات وله منافذ ولهذا جاءت السنة بالتحصين منه عند دخول البيت عند المعاشرة عند الطعام عند الغضب في كل امر من الامور يحتاج الانسان الى التحصين من الشيطان لان لا يشاركه الشيطان في اهله وبيته وولده فاحتاج ان يحص النفسه بالاذكار المباركة القرآن الكريم بالدعوات المأثورة بالمحافظة على طاعة الله الله سبحانه وتعالى وعبادته اذا نقول هنا هنا ان من صفات الزوجة الصالحة الحذر من كيد الشيطان ونزغ الشيطان ووساوس الشيطان وما يلقيه الشيطان في النفوس مما يترتب على الاسرائي له وسماعه فساد العشرة وتهدم البيت بيت الزوجية وكم من الاسر والبيتات حسن الفراء الذي لم يكن بعده رجعه بطاعة الشيطان وابتباع وساوس الشيطان ولو ان كل واحد منهما تعود بالله من الشيطان الرجيب وابتعد عن نزغاته ووساوسه لما وقعت تلك الامور ولا حصل ولم يحصل ذلك التفرق كم من البيوت حصل فيها تفرق بسبب طاعة الشيطان ثم يذهب هذا المفسد من الشياطين الى ابليس لتدنو منزلته منه وتقرب مكانته عنده بما احدثه من فرقة بين الزوجين وهنا وهنا ينبغي ان نلاحظ ملاحظة مفيدة ان هذا العدو الخفي الذي يراك ولا تراه صاحب خبرة واسعة صاحب خبرة واسعة وصاحب وصاحب تجارب عديدة الان عندما يريدون يتحدثون عن بعض المؤسسات وعن بعض الخبرات كم يعدون كم من السنوات يعدون خباب الخبرة ان كان العدد كبيرا قال خمسين سنة خبرة او ستين سنة او سبعين سنة ان زاد العدد لكن خبرة ابليس في الاغواء والصد وحرفر في الناس وايقاع العدوات خبرة الاف السنوات كم من الناس دخلوا الحفر ودفنوا وكانوا من اثار دعوة الشيطان الرجيم من اثار افساد الشيطان الرجيم من اثار اغواء الشيطان الرجيم ولهذا يحتاج المسلم البيت المسلم يحتاج الى ان يحصن نفسه وان يصونها وان يبعدها من الشيطان الرجيم